في صفحة 309 من نفس الجزء الحديث 42899 عن نصر بن أبي عاصم أن عمر سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتاها فدخل عليها من دون استئذان أن عمر سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتاها فدخل عليها ففرق النساء فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدر فوقع خمارها فقالوا شعرها يا أمير المؤمنين فقال أجل فلا حرمة لها فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدر فوقع خمارها فقالوا شعرها يا أمير المؤمنين فقال أجل حتى لو خرج شعرها لو خرج شعرها فلا حرمة لها هذا هو عمر لا يحفظ حرمة لأحد لا يحفظ حرمة هذه النساء يدخل البيوت من دون استئذان بهذه الغلظة هذه كتب القوم وما هي بكتبنا أيها المنصفون أنصفونا أيها القوم أنصفونا هذا الكلام موجود في كتبكم أيها القوم ولا نبالي إن أنصفتمونا أم لم تنصفونا إن الذي يكون كل هذا في كتبهم وهناك أكثر وأكثر